أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 تقديم بسانت محمد حنين وأنين بعد مسيرة نصف يوم وصلت العزبة العربية عند مشارف مدينة لوبور وكانت الشمس وقتها على وشك المغيب وقبل أن يدخلوا إليها استوقفتهم هند وحدثتهم قائلة معظم الدكاكين في سوق المدينة مغلقة في هذا الوقت ولا فائدة من التسوق الآن السوق يبدأ مع شروق الشمس ويكون في أوج حيوية وسط النهار لذا أقترح أن نظل خارج المدينة إلى الصباح عوراء محتضنا نافجة كيف في هذا البرد قارس؟ قالت دعجاء سنشتري فقط ما هو مهم الآن ملابس الثقيلة وبعض الطعام قالت هند تجار الطعام متوفرون حتى منتصف الليل دعجاء ماذا عن تجار الفراء؟ لا أعتقد أننا سنجد من يبيع الملابس في هذا الوقت قالت القيقبون اتركوا مسألة الدفء لي لكن المأكل والمشرب لا حيلة لي عليهم هند أقطع الذهبية التي أعطيتموني إياها بالكاد ستكفي للطعام واللباس لنا جميعا سنحتاج المزيد إن كنا ننوي تسوق حاجات أخرى غدا مدت قيقبون يدها في حقيبتها وأخرجت سرة جلدية كبيرة بعض الشيء ناولتها لهند قائلة ماذا كنتم ستفعلون بدوني؟ خذي ستجدين فيها ما يكفي هذا هو كل ما أملك دعجاء وهي تراقب هند تأخذ السرة من عجوز القدر كنت أظنك لم تجني من عملك ما يكفيك يا صديرة أقيقبون لم أكن أتحدث عن الذهب والفضة يا ابنة وصبان فكفاياتي واكتفائي ليس بهما هند نظر لمحتوى السرة هذا سيكون كافيا بلا شك سأتوجه للسوق قبل أن يغلق بالكامل وسأقايد ما معنا من ذهب النقود ثم سأشتري بعض الطعام وسأعود على الفور أقيقبون اشتري قدرا صغيرا قالت رافضة ألا يمكنك الاستغناء عن القدور؟ أقيقبون سأستغني عنها عندما تقدرين على الاستغناء عن الماء نافجة أقدر لإذابة الثلوج يا بدوية لنحطر على ماء للشرب قالت أقيقبون هل فهمت يا حمقاء شراء المال في هذه الأرض كمن يشتري الرمال في أرض العرب؟ كوميت ما حق يا أختي؟ قالت رافضة حسنا حسنا كنت أسأل فقط هند باسمة سأجلب قدر أقيقبون قدرا صغيرا يا ابنة معناد صغيرا كعقل البدوية تماما تجهمت رافضة وكوميت تبتسم قالت هند أنا ذاهبة الآن دعجاء مشيرة لصخرة كبيرة بالقرب منهم ونحن سنكون بانتظارك هنا ريثما تعودين هند تهم بالسير تجاه مدخل المدينة حسنا لن أتأخر بعد رحيل ابنة معناد خيم الليل بأسطار وجلس أفراد العزبة عند الصخرة محتضنين أنفسهم جراء الريحة الباردة التي هبت في المكان رفعت قيقبون كفيها وصفقت مشعلة نارا وهي تقول هذا هدر للوقت كان الأحرى بين الانتقال مباشرة لجبال الملح لا أرى فائدة من التسلل على العدو يعلن بوجودنا مسبقا نافجة في الحقيقة أنا متعجبة من أننا لم نتعرض لهجوم آخر حتى الآن كنت أتوقع أنهم لن يتوقفوا إلى أن ينتهوا من أمرنا دعجاء كبرياءهم يمنعهم أنهم يخشون على أهم مصدر لقواتهم هنا وهو وسيطهم الذائع بأنهم لا يقهرون ولو شهد الناس تساقط أتباعهم فسيكون ذلك ضربة قصية لهم حتى وإن تغلبوا علينا في النهاية كوميد يريدون تصفياتنا بعيدا عن أنظار الناس كي لا يقال أن هناك من تجرأ وتحداهم قال الدعجاء تماما يا حجازية الصفعة لها تأثير أكبر من الطعنة وهم لا يريدون لأحد أن يرانا ورح ننصفعهم حتى وإن تعنونا بعدها عدم اكتراثنا بهم وبتهديدهم هو ما يزعجهم ويقلقهم أنزلت عوراء رأسها وأسندته على حجر نافجة وأغمضت عينيها نافجة ماسحة على شعرها بسمة هل تشعرين بالنعاس؟ عوراء بأعين مغمضة لا أريد أن أريح عيني قليلا بعد أقل من دقيقة بدأت عوراء بشخير أقيقبون بهذا الصوت لن يحتاج المتنورون للغربان الراصدة لتحديد موقعنا رافضة ضحك يبدو أنها تريد أن تريهم عدم اكتراثنا بهم نافجة بسمة مقبلة وجنة عوراء النائمة كفة عن ذلك إنها متعبة قالت دعجاء جميعنا متعبون ونحتاج للراحة قالت نافجة نامي يا عم وأنا سأنتظر عودة هند دعجاء سأنام حينما تعود ابنة معناد أقيقبون ناهضة من مكانها أنا لن أنتظر تسألت نافجة إلى أين أشارت عجوزة قدر لصخرة أخرى قريبة منهم وقالت سأشعل نارا هناك وأنام وحدي كوميت هل يمكن أن تشعلي لي أنا كذلك نارا في الجهة المقابلة نافجة متعجبة ما بيكن لما تريدن النوم وحدكم هل شخير عوراء مزعج لهذا الحد قالت دعجاء اتركيهن يفعلن ما يشاءن يا جدعاء كوميت لا أبدا يا قائدة أريد الاختلاء بنفسي فقط نافجة لرافضة وأنت هل تريدين الاختلاء بنفسك أيضا؟ قالت رافضة لا سأرافق كوميت نافجة وعلى وجهها ارتسمت علامات عدم الردى كما يحلو لكم صارت الحجازية والبدوية خلف قيقبون التي أشعلت لهم نارا قبل أن تذهب هي لمكانها وتشعل لها هي الأخرى نارا وتستلقي بجانبها نافجة مراقبة لها بالنارين عن بعض أمرها عجيب قالت دعجاء وما العجيب في الأمر؟ لا أعرف لكن هذه أول مرة يطلب بناتي مثل هذا الطلب لابد أن هناك سببا دعجاء خلوة الإنسان بنفسه حاجة مثل الطعام والشراب قالت نافجة كوميت ورافضة ذهبت معا وهذه ليست خلوة دعجاء الخلوة هي أن تختلي بنفسك أو مع من تحب أكثر منها تقصدين أن بناتي لا يحبونني أقصد أن الفتاتين تملكان علاقة بعضهم مع بعض أقوى من علاقتهما معك مثل علاقتك مع الصابية المسندة رأسي على حجرك الآن نافجة نظر لي عوراء أنا لا أفرق بينهم قالت دعجاء عقلك قد لا يفرق لكن قلبك يفعل رغما عنك أي شخص أنجب عددا من الأطفال يعرف ذلك وجهت نافجة عينيها للنار المشتعلة أمامها وقالت وهي سارحة في لهبها المتراقص أتساءل مع نفسي من وقت لآخر عن شعور الإنجاب أن أكون أمة تحدثني نفسي أحيانا عما إذا كنت قد فوتت على نفسي شعورا عظيما قالت دعجاء حياتنا التي اخترناها لا مكان فيها للذرية هل يجب علي أن أندم إذن؟ تندمين على ماذا يا جدعاء على أمر لا تعرفين إن كان خيرا لك أم شرا ليس كل ما في متناول غيرنا سيكون على حاله لو وقع في أيدينا بعض المصائب مغلفة بقشور السعادة وأي مصيبة أكبر من شعور الوحدة يا عم دعجاء بحزن سألت أبي سؤالا مشابها له في وقت من الأوقات قالت نافجة العم واصبان نعم واصبان بن شرط التدمري الرجل الوحيد الذي بكيت الفراق هل لي أنا بسؤال يا عم اسألي يا جدعاء قلت لي بأن أباك من هاجر وأمك من الجنوب أليس كذلك؟ أعرف إلى ماذا تلمحين التدمريون ليسوا من قبائل الشرق نعم فكيف تقولين بأنه من هاجر؟ لأنها ليست قبيلته أبي أخفى اسمها واستبدل به خشية العقاب والعقبة العقاب من من؟ أعداء المتربسين به والذين كانوا في تزايد يوما بعد يوم أبي أخفى لقب قبيلته خوف من انتقامهم منه ومن أهله فامتهيان السحر كان ولا يزال عند الكثيرين شيئا لا يدعو للفخر ولم يرد أن يجلب العار لقبيلته خاصة وأن سيطه قد ذاع في جميع أرجاء بلاد العرب وما ورائها لم يعرف بهذا السر إلا من عرفوه عن قرب ووالي هاجر فقط قالت نافجة لا يخشى أحد هذا النوع من العار إلا من كان شيخا من شيوخ قبيلته وأكاد أجزم بأنني عرفت كل قبيلة من ملامحكي عمه تبسمت دعجاء وقالت هذا ماض ورحل يدهية الأنساب انسيه كما نسيته قالت نافجة وماذا كان السؤال الذي سألته؟ سألته عن شعوره بعدما فقد أمه واصف الأمر بالمصيبة التي حطت على رأسه لكنه استدرك وقال بأنه لا يتمنى نسيانها لماذا؟ قال بأن الناس لا ينسون مصيبة إلا حينما تحل مكانها مصيبة أكبر منها وفقدان أمي لن يزول إلا بفقداني وهذا ما لا يتمني أبدا قالت نافجة فهمت فحو كلامه دعجاء على عكس وقتها فأنا لم أفهم مغز كلامه تماما إلا عندما فجعت بموت بناتي وأنا أخرج أجسادهن البالية من تحت التراب كل همومي وأحزاني يومها باتت صغيرة ولا معنى لها فالاقتراب من الجرح لا يشبه الإصابة به ولا أحد يعرف نعيم حياته حتى يسلم منه نحن نعيش طرفا لندركه يا بنياتي الأعمى ينسى أنه يستطيع المشي والأبكب يتناسى أنه يملك بصره الشيء يفقد أهميته عندما يكون بحوزتنا وفي متناول أيدينا نحن نملك كنوز لا حصر لها ونصر على تجاهلها والتركيز على ما بحوزت غيرنا نعي ما بأيديهم ولا نعرف قيمة ما لدينا حتى نخسره تبسمت نافجة وأسندت رأسها لكتف الدعجاء وهي تمسح على رأس عوراء ولم تقل شيئا غفت الاثنتين بعد إغماض أعينهما وغططها في نوم عميق في الجهة المقابلة حيث استلقت كوميت ورافضة وقبل أن تغفهما كذلك قالت الحجازية وهي تتأمل من بعيد نافجة نائمة برأس مسند على كتف الدعجاء هذه أول مرة أرى فيها قائدة بهذه الحالة رافضة مسترقية على جنبها تشاركها النظر أي حالة؟ لا أعرف حالة من الأمان التسليم والاستسلام وكأنها تثق بأن لا شيء سيصيبها وهي مع قائدة دعجاء قالت رافضة هذا الشعور كان يخالجني عندما كنت أنام في حضن أبي أنه لم أنام في حضن أبي من قبل رافضة باسمة وهي لا تزال تتأمل نافجة ودعجاء ربما لأنك كنت تشخلين مثل عوراء كوميت ودمعة تنساب من عيني ربما لم ترى البدوية تلك الدمعة لكنها شعرت بالغصة في صوت أختها فدنت منها وعنقتها قائلة الخسارة له وضعت كوميت كفها على ظهر يد رافضة المحتضنة لها وأغمضت عينها وغفت الإثنتان معه في ذلك الوقت كانت ابنة معنات في طريقها عائدة بعدما اشترت بعض الطعام وحملته في القدر الصغيرة الذي ابتعته لقيقبون وخلال سيرها في ظلمة الطريق سمعت صوتا يحدثها قائلا هل تركت الطائفة لتصبحي خادمة؟ توقفت هند مكانها وتعرفت على صاحب الصوت فقالت بوجه صارم لا مبالا خادمة لأهلي ولا سيدة بين أعداءهم خرج من ظلمات الليل الوزير روشني ومن خلفه متناوران آخران وشم كل واحد منهما بعشر جوم وهو مغطي نفسه بوشاحه الأبيض مسحا على كفوفه نافخا وسطها سحاب بيضاء قائلا لم أخرج في هذا الوقت منذ زمن طويل هند ملتفت إليه بعبوس وهي تشد على مقابض القدر بكلتا يديها ولما خرجت من قصرك الدافئ؟ روشني بعدما واقف بجانبها سأختصر سبب هذه الزيارة قدر الإمكان لأن البرد هنا لا يحتمل هند ونظرها يتوجه للمتناورين المرافقين له وهما يحضقان بها بعبوس هل تظن أن هذين الاثنين سيحميانك مني؟ روشني ملوحا بكفوة بنبرها إداءة ومطمئنة تجهليهما أنا هنا للحديث معك فقط هند بوجه عابس ندير واجهها عنه محضقة أمامها لا حديث بيننا أيها الوزير مد روشني كف في إشارة منه لها لمرافقته في السير وقال إذ تكرمتي تقدمت هند وهي قابضة على القدر ونظرها المتجهم للأمام وصار بجانبها روشني وبعد مسافة قصيرة من المشي بعضهما بجوار بعض توقف الوزير والصدار نحوها قائلا ماذا تفعلين يا هند؟ لم تجيب ابنة معناد عليه وبقيت صامتة متجهمة تنزل للأفق المظلم روشني محركا رأسه يمينا وشمالا ناظلا لوجنتيها أرى أنك تمصت نجومك هند وهي على الحالة ذاتها غسلت عاري قال روشني هل تعرفين أنه بعد موتك سوف تلاحق الطائفة كل من له علاقة بك وسيتم تصفيته أهلك أطفالك زوجك هند بتهكم تصفيت زوجي ستكون خدمة لي قال روشني يمكنني منحك فرصة أخيرة احتفظ بها عودي لصفوفنا وسأقنع السيد الكبير بأن يعفو عنك عودي للطائفة وتركي هذا الجنون أنت لا تنتمين لهؤلاء الضعفاء هذا ليس قدرك قالت هند أموت شامخة كالذئب المتمرد ولا أعيش ذليلك الكلب المطيع روشني مبتسما وبتهكم تهور في غير محله كان يمكن أن تكوني ذات شأن كبير في الطائفة قالت هند أنا ذات شأن وإلا لما وقفت أمامي الآن تطلب مني العون ذليلا صاغرا اخبر سيدك بأن العرب ليس للبيع روشني بشيء من السخرية تحدثي عن نفسك فقط الكثير من أبناء جلدتك يتمنون هذه الفرصة قالت هند من يتمناها أو يقبل بها ليس من أبناء جلدتي هكذا إذن صمتت هند ولم ترد عليه روشني موجه النظر والقدر بين يديها قبل أن يهم بالرحيل قائلا لا تتأخري على أهلك واذهبي إليهم واضبخي عشاءكم الأخير قالت هند هذا القدر ليس لطبخ طعامنا روشني متسائلا بدهكم حقا للاستحمام؟ لا لنضع رأس سيدك الكبير فيه حينما نعود لأرضنا منتصرين تغيرت ملامح الوزير لخليط من القلق والاستغراب قالت هند اخبر سيدك بأننا قادمون إليه روشني محاولا إظهار بعض الثبات وهو سيكون بانتظاركم الطريق نحو عرين الأسد لن يكون خاويا وممهدا زملائك السابقون سيكونون بانتظاركم هند تبدأ بالسير مكملة طريقها وسنستمتع بتمزيقهم جميعا بقى روشني يراقب ابنة معناد وهي تسير مبتعدة عنه وعلى وجهه ارتسمت ابتسامه وهو يشير للمتنورين المرافقين له باللحاق بها وهو يقول حان وقت الوسيلة الثانية لإقناعها بالعودة معنا أنا سأرحل وسأكون بانتظاركم في قصري حينما تعودين بها مع أول الصباح فتحت العرجاء عينيها ورأت أن عجوز القدر والفتاتين لا يزال أن نائمات مكانهن وعوراء على حالها مسند رأسها في حجرها رفعت نافجة رأسها من على كتف الدعجاء التي سبقتها في الاستيقاظ وشاهدتها تعبث بجمر ورماض النار التي رافظت أنفاسها الأخيرة بعصى نحيلة نافجة بتساؤل ألم تعد هند بعد يا عمه؟ دعجاء وهي مستمرة في تقليب الجمر بالعصى بل عادت نافجة تجول بنظرها من حولها أين هي لا أراها مدت الدعجاء يدها جانبا ورفعت سرة كبيرة وثقيلة وضعتها بجانب النار الخامدة على مرأة من نافجة التي قالت هل هذه هي الأموال؟ دعجاء نعم لقد تمكنت من الحصول على كم كبير من النقود مقابل ذهب صديرة أعطتني إياه البارحة لكن أين هي؟ راحلت قبل قليل نافجة بخليط من العجب والصدمة راحلت؟ راحلت إلى أين؟ هل تخلت عنه؟ دعجاء متأمل الأفق المليء بضباب الفجر بعدما رمت العصى فوق الرماد ألا تملكين ثقة بها؟ نافجة ماذا تقولين يا عم؟ بالطبع أثق بها لكنك قلت دعجاء مقاطعة يهمني كثيرا يا جدعاء ألا تنقاضي خلف مشاعرك مهما كانت نبيلة ونقية بالنسبة لك قالت نافجة لما هذا الحديث الآن؟ لأني ألمس تغيان قلبك على عقلك في الكثير من تصرفاتك وأقوالك وهذا لن يكون في مصلحتك عندما نواجه خطر حقيقيا من يسهل استفزاز ويسهل خداع أكثر من يغدرون بنا هم من تطمئن لهم قلوبنا قال بي لم يخزلني ولن يخزلني في كشف الخوان المتربصين به قالت دعجاء لو كنت تقودين قافلة وتهد بك في الصحراء وأخبارك أحد مرافقيك بأنه يعرف طريق النجاة فهل ستسيرين على نصيحات ومشورات وتهثقين به؟ غالبا نعم وإذا كنت لا تهثقين به فلا بالطبع وماذا يفعل الشخص لا تهثقين به ضمن قافلتك من الأساس؟ ما الذي تريدين قوله يا عم؟ قالت دعجاء إن ثقتنا بأنفسنا ليست سببا كافيا لنثق بمن ترتاح لهم قلوبنا وكذلك من لا ترتاح لهم قلوبنا ليسوا دائما مصدرا للشكل دون يقين نرى بأعيننا إن كان قلب دليل المرشدا فالعقول دليل قاطع القلوب تجيب وترد باللسان على أندادها لكن العقول تصرح بالهواجز في أصحابها استمعي للناس لكن لا تنصتي إليهم انصتي لعقلك فقط هل فهمتيني يا جدعاء؟ صمتت نافجة ولم ترد لأنها كانت في حيرة من أمرها ومن كلام الدعجاء غير المبرر والذي بدى لا مناسبة له لكنها مع ذلك أخذته على محمل الجد ولم تتجاهله دعجاء رفع سبابتها قد عادت ابنة معناد ذهبت فقط لجمع بعض الثلج في القدرة الذي طلبته صديرة نافجة وهي تراقب هند توقز القيقبون وبقية الفتيات حينما مرت بيهم فهمت الآن المغزى من كلامك يا عم قال الدعجاء إيقظي الصبية ونادي على البقية فأمامينا يوم الحافل جرس الجميع في دائرة عند الصخرة الكبيرة حيث وضعت القيقبون قدرها الجديد فوق النار التي جددت شعلتها وبدأت تقلب الثلج حتى بدأ بالذوبان لليحصلن على ماء عذب للشرب وخلال قيامها بذلك حدثتهم الدعجاء وهي تضع سرة النقود في حجرها قائلة لقد حصلنا على المال وخطواتنا التالية هي ابتياء ما نحتاجه لرحلتنا الطويلة عبر الغابة الزرقاء لكن ليكن في علمكم أننا هنا لأمر وغرض المحددين ولن نسير كمجموعة واحدة عند دخول السوق إلا وقت الخروج منه كي لا نلفت الانتباه إلينا لذلك سننقسم إلى ثلاث مجموعات وكل فريق سيكون معه ما يكفي من المال أقيقبون رفع قدر من على النار وضع إياه جانبا ليشرب منه الجميع أنا لا يلزمني شيء سوى لباس دافئ لقد أحضرت كل ما احتجه معي من اليمام ووضعته في حقيبتي ولم يكن ينقصني إلا قدر وقد حصلت عليه بالرغم من أنه ليس جديدا قالت هند القدر جديد ولم يستخدم من قبل أقيقبون مشيرا لصدع بجهنب قدر لقد أخذ عاكي البائع هذا قدر استغدم من قبل هند باسمة لم يكن ذلك للصدع موجودا حين اشتريته وأنا من تسبب به عندما استخدمت لضرب بعض الكلابة التي هاجمتني خلال طريق عودتي ليلا بالأمس رافض منزل كفيها وسط قدر لإحتساء بعض الماء أرغب في اقتناء خنجر أشعر بأنني سأحتاجه كوميد وأنا أحتاج المزيد من السهام برؤوس مصنوعة من الفضة إذ أمكن قالت هند أعرف مكانا جيدا لاقتناء السلاح عند حداد ماهر يقع محله في آخر السوق عوراء وأنا أريد رافض مقاطعة وهي تمسح فمها بظهر يدها لو قلت شيئا غير حلوة فستحصلين على مكافأة سمتت عوراء تتفكر لحظات فما قالت هل المكافأة حلوة؟ ضحك الجميع وخلال ضحكهن أدخلت الدعجاء يدها في سرة الأموال وبتأت توزع لكل فرد منه المقدار قبضة منها وهي تقول كل واحدة ستكون مسؤولة عما تشتريه عوراء رفع كفاها عاليا لقد نسيتيني يا عم قالت دعجاء لقد أعطيت نصيبك لعمتك نافجة عوراء بخيبة وليما لا أحصل على المال مثل البقية نافجة للصبية الجالسة في حجرها لأنك قد لا تحسنين صرفه وتصرف به عوراء بإحباط لما لا تثقين به أنا لست حمقاء نافجة مقبلة رأسها إذ احتجتي شيئا فقط أخبريني عوراء زافرة بدجر حاضر يا عم بعد أن انتهت الدعجاء من توزيع محتوى السر عليهم بالتساوي قسمت عزبطها كما قالت سابقا إلى ثلاث مجموعات ابنة معناد مع الحجازية عجوز القدر مع البدوية والعرجاء والصبية مع الدعجاء التي قالت هيا لنتوجه للسوق قبل أن يضيع النهار رواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 الدوامة الدامية كيف حالك يا هجينة؟ أنمار بخليط من العجب والاستنكار من أنت؟ مهلي ناس باسمة بأعين متوهجة ألم تعرفيني؟ نسيتي أختك أختي؟ أغمضت مهلي ناس عينيها وفتحتهما مجددا بعدما أخمضت نورها بالكامل ثم قالت هل تفكرينني الآن؟ أنمار وعينها تتسعين ونبرت صوتها غير المصدقة تختنق بعبر عابرها الحافية مهلي ناس باسمة وعينها تلمعان بالدموع تكونت عند محجر أيهما نعم يا هجينة الحافية اندفعت أنمار بجسدها النازف وعنقت أختها بقوة وهي تردد بصوت المتهدرج ومشحون بالحزن والقهر كنت وحيدة بدونك لم أعرف أنني أفتقدك لهذا الحد إلا عندما رأيتك أماني أمضيت السنوات الفائدة طريدة ومطاردة ولم أشعر بالأمان قط حتى هذه اللحظة مهلي ناس متبطبة على ظهر أنمار بكفها مسند الضقنها لكتفها أنت بأمان الآن يا أخت فكت الساحرة الهجينة عناغ أختها وضع كفها على صدرها وعلى وجهها بدأ أنها شعرت بشيء مفاجئ مهلي ناس ملاحظة ذلك قائلة بقلق ما بك أنمار إرهاقها يتصاعد لقد خسرت الكثير من الدماء أعتقد أنني أحتضر مهلي ناس سوف أخذك معي وأجد من يطببك أنمار تبحث في الحقيبة الجلدية المعلقة على كتفها ثم تشيل لقناع الذهبي خلفهما بأعين زائغة وهي تكاد تفقد الوعي لا وقت لذلك فقط أحضري لي هذا القناع نفذت مهلي ناس طرب أختها وبعدما مدت لها قناع الذهبي ولبسته استهاتت جزءا من عافيتها خلال لحظات لتسير تجاه سيف السماء وترفعه من على الأرض المتجمدة قائلة ماذا تفعلين هنا؟ قالت مهلي ناس كنت سأسألك السؤال ذاته أنا هنا للأخذ بثقري ممن ظلمني وكم عدد الذين ظلموك في حياتك يا جينة ماذا تقصدين؟ مهلي ناس وهي تهم بالاستدار لا أقصد شيء هيا بينا النار دون أن تتحرك من مكاني إلى أين؟ قالت مهلي ناس ستعودين معي بالطبع لا أستطيع لا أقدر على مواجهة الخالة أو فصار بعدما خذلتها مهلي ناس بسمة بحزن لم يتبقى أحد سواي العزبة فنيت بالكامل قالت أنمار إذن دوسر كان يقول الحق مهلي ناس بتعجب دوسر من؟ رفعت السحرة الهجينة سيفها المتوهج تقلب نصله أمام عينيها المطلطين من ثقوب قناع الذهبي وقالت الوحيد الذي تمكن من الاستحواذ على قلبي فقط ليغرس خنجره المسموم فيه لكني سأستعيد قلبي منه وأعيد تعنط له قالت مهلي ناس هل تقصدين ميزك المتنورة المرسل لقتلك؟ أنمار وهي مستمرة بالتحديق بنصف السيف دون أن تلتفت لأختها لم يكن الأول الذي ترسله الطائفة الجنتية في أثري لكنه الوحيد الذي تمكن من خداعي وهذا كان خطأي أنا مهلي ناس سيدهم يريد رأسك لن تتمكن من مقاومتهم والتغلب عليهم أنمار بنبرة جنونية بعض الشيء هدفي هو ضوسر فقط وبعدها فليفعلوا بما يشاءون مهلي ناس أنا لن أسمح لهم أولاك بذلك أنمار منزل السيف موجهة نظرها لأختها هل ستقفين في طريقي؟ قالت مهلي ناس أنت لا تدركين ما أنت مقبل عليه هؤلاء القوم لا رحم في قلوبه أنمار بهدوء مخيف أريد أن أقتلهم أقتلهم جميعا هم وكل من يحاولوا الوقوف في طريقي قالت مهلي ناس لم أعهدكي بتلك القصوى يا أختي أنمار هل أصبح من لا يرضى بالذل والهواء قاسي القلب؟ اقترمت مهلي ناس من الهجينة وضع كفها على كتفها قائلة أنا أريد حمايتكي فقط ولا نقف في طريق اقترتي السير فيه لكن امنحيني فرصة فرصة ماذا؟ قالت مهلي ناس للحديث للحديث فقط هزت السحر الهجينة رأسها المقنع بالموافقة فابتسمت الحافية قابدة على ساعدها سائرة بها خلف الأشجار وقادتها لتلة تطل على واد كبير أحاض به مجموعة من الجبال الثلجية الشاهقة جلست على طرفها أمضت الأختان وقتهما في حديث طويل تبادلتها خلاله ما حدث معهما طيلة السنوات الماضية وعلمت الهجينة بمحل ببقية العصبة وعلمت كذلك بأن مهلي ناس تعمل الآن عند السيد الكبير كحارسة له مما أثار استيائها في البداية لكنها تفهمت قرار أختها خاصة بعدما سمعت منها كيف قالت بها الأمور لتلك النقطة وبالمثل أنصتت مهلي ناس لأنمار وشعرت بالحزن للحياة البائسة التي عاشتها وقضتها لهذا المكان قالت أنمار منذ أن أخذتني الخالة من الملجأ بدايلم وأنا أعيش حياة عاصفة لم تهدأ بعد دائمة الترحال ولم أستقر يوم لا في أرض ولا لشخص ومن يعيش مثل تلك الحياة لا يتمسك بها بل يتحين الفرصة لمفارقتها قالت مهلي ناس ماذا عمن يهتمون لأمرك؟ أنمار لم أراهم ولم أسمع بيهم ربما فقط إلى هذا اليوم عندما رأيتك يا حافية لكن حتى حبك لي لا يمكنه إخراجي من هذه الحياة البائسة قالت مهلي ناس هل أنت نادمة على اختياراتك؟ أنمار وصوت بكائها يصدر من وراء قنعها الذهب ومتى كان لي خيار في أي شيء منذ اليوم الأول الذي زاجت بي فيه الخيلة أفصار بين أحضان الصحر للحصول على طلاصمهم وأنا في دوامة لم تنتعي دوامة دامية تدفع بي يمينا وشمالا دون أن تأبه لما أريد أو أشعر قالت مهلي ناس وجودك اليوم هنا هو من اختيارك يا هزينة أنمار بنبرة خلطها الصخط والقهر بل من اختيار من اختاروا أن يعبثوا معي لن أتواقف إلى أن يوقفني أحد وحتى لو قلت بأني نادمة فهذا إقرار مني بالهزيمة وإن قلت لا فهذه كذبة أنا معلقة بين سماء أحلامي وأرض وقاعي قالت مهلي ناس أنت محلقة ولست معلقة أنمار وأجنحتي تعبت من الرفرفة ومقاومة العواصف والرياح وأريد أن أرتاح قالت مهلي ناس بالموت قالت أنمار مهما حلقت الطيور في السماء ستطفن في الأرض أدركت بعد كل تلك السنوات أن الموت هو خلاصي الوحيد مما أنا فيه هو فقط من سيجل بلي الراحة الأبداي أهل خالة نزانين جرير أرتميس كلهم رحلن وكلهم ارتحن مهلي ناس بحظ لما لا أستطيع معارضة حديثك المجنون هذا أنمار ملتفت إليها بقناعي الذاب لأني أقول الحقيقة أنا وأنت الخاسرتان لأننا فقط بقينا على قيد الحياة وهن الرابحات لأنهن متن مهلي ناس مسح دمعة سيلة على خدها موجه نظرها لسفوح الجبال البيضاء زريرة وأرتميس تزوجت وأنجبت قبل أن تقتله قالت أنمار وهل تزوجتي أنت؟ مهلي ناس بنبرة مستنكرحة أنا؟ بالطبع لا ولم لا؟ قالت مهلي ناس ألم تنسطي لما أخبرتك به للتو لقد قضيت معظم عمري في هذه الجبال الباردة بين هؤلاء المتنورين المعاتي ولم يتسنى لي العيش لنفسي قط ثم أن الرجال يتزوجون من يريدون لكن النساء يتزوجن من يستطيعن هذا ما تعلمته من حياتي أنمار باسم من وراء قناعيها بنبرة متهكمة حياتي علمتني أمرا مختلفا ما هو؟ أن الرجال يعاشرون من يستطيعون لكن النساء يعاشرن من يريدن ضحكت مهلي ناس ودفعت بكفها كتف أنمار قائلة أنت أخبث مما أذكر يا هجينة أنمار تشاركها الضحك حياتي لم تكن سيئة بالكامل وانغمست في بعض الملاذات من وقت لآخر مهلي ناس ممازحة وهي طمعا النظر بجسد الهجينة يمكنني رؤي ذلك من الوزن الذي اكتسبتيه أنمار تقوم بالمثل وتشد طرفا من لباس أختها الخفيف وأنا أستطيع الحكم من ملابسك التي فقطتها ضربت مهلي ناس كف أنمار بيدها وقالت ضحك لا تذكرين أنمار هل أفهم من ذلك أنك لم تحظي بأي علاقة من أي نوع مهلي ناس بتهكم كنت أطعم مجموعة من الطيور نصبت عشها عند الكهف الذي أقمت فيه خلال فترة تدريبي مع أغ هل هذه تعتبر علاقة أنمار باسمة بحزن مدركة مدى الحرمان الذي عانت منه أختها بالطبع يا أختي بعض البهائم أكثر منفعة من البشر مهلي ناس مستشعر نبرة الشفقة في صوت أنمار ربما لنغير الموضوع وجهت الهجينة نظرها للأمام وقالت متفكرة جريرة أصبحت أما إذا لا أستطيع تخيل ذلك أرتميس ربما لكن جريرة كيف كانت علاقتها بزوجها وأطفالها مهلي ناس تشاركها النظر للأفق لا أعرف فلم أقابلهم بعد أن افترقنا عند ميناء بوشير وكل ما وصلني عنهم كان عن طريق الوزير أغ ولم يكن بالكثير كان ذلك شرطي ليأبقى عنده وأستمر مع الطائفة أنمار والخالة كيف ماتت؟ جميع أعضاء العزبة قضينا نحبهن على أيادا عربية سحر أعتقد أنهم أرسلوا للانتقام مننا لما فعلناه بعزبة ابن وصبون لكني لا أعرف هوية القتل أغي لم يخبرني قالت أنمار هل سمعتي بسحر عربية تضع العرجاء؟ مهلي ناس من الغريب أن تسألي عنه لماذا؟ ما الغريب في ذلك؟ السيد الكبير تحدث عنها في أكثر من مناسبة ويريد موتها بشدة لما تسألين؟ هل تعتقدين أن لها علاقة بموت إخوتنا أو الخالة؟ أنمار لا أعرف لكنها أشهر سحر عربية في الوقت الذي قضيته في عربستان مهلي ناس متسائلة هل قابلتها من قبل؟ لا لكني قابلت بعض أفراد عزبتها فتيات لسنا بسحرات هل حاولنا قتلك؟ لم أبقى معهم طويلا افترقنا في اليوم الذي غدر فيه دوسر بي أقصد ميزك مهلي ناس مشيرة لإحتقم من مرتفع في الأفق هناك يقع لين الأسد حيث ستجدينه هل أفهم أنك قررت مساعدتي في الأخذ بثأري؟ أنزلت مهلي ناس رأسها وقالت الخيار الآخر هو أن أقف في وجهك أنمار أو تتركيني وشأني ولا تتعرضي لي؟ لا أستطيع فقد قطعت عهدا معها أنمار مقاطعة قد بدأت تنفعي مع من؟ مع المتنورين؟ المتنورين الذين دمروا حياتي وحياتك هل تسمعين نفسك؟ قالت مهلي ناس وماذا بعد أن تأخذي بثأرك منه؟ ستعودين لعربستان؟ أرض أبيك؟ أم ستبقينا في أرض أمك فارس؟ أنمار ممحن النظر بطائر يحلق على بعض منهما هل تذكرين العبارة التي كانت توبخني بها الخالة كلما أخفقت في شيء؟ قالت مهلي ناس نعم نواة التمر لن تنبت الفستق أبدا أنمار هي بذاتها الخالة لم تكن توبخني فقط بل تعيرني بأصلي وأصل أبي أرضه في قلبي ولن يتمكن أحد مهما كان من تغيير ذلك قالت مهلي ناس أمك جزءا منك مثل أبيك ودماؤها الفارسية لا تزال تجري في عروقك فلما تحاولين إنكارها؟ أنا لا أنكرها لكني لن أكون واحدة منكم أبدا ولن تكوني عربية كذلك عودتك لأرضهم لن تجعلهم يقبلون بك فهم بالكاد يقبلون بأنفسهم أعرف لذلك سأعود للمكان الوحيد الذي أحسست فيه بالانتماء المكان الذي انتزعتني منه الخالة وأنا مجرد فتاة لا تفقه من الحياة شيئا هذا لو تسنى لي النجاة وتمكنت من الخروج من عرين الأسد وأنا أتنفس تقصدين الملجأ؟ الملجأ الكئيب الذي أخذناك منه لقد أزينا لك صنيعا بإخراجك من ذلك المكان قالت أنمار ليتكم لم تفعلوا وطرقتموني وجأني مهريناز كنت مجرد خادمة عند تلك العجوز هل كانت هذه الحياة التي تمنيتيها؟ أنمار موجهة وشها المقنع نحو أختها وما الذي تغير عندما انتقلت للعيش معكم؟ صمتت مهريناز بوجه تجلى عليه الحزن والشعور بالندم على حديثهم ولم تجيب أنمار محاولة تخفيف عن أختها لما لا تعودين معي؟ الأطفال سيحبونك ستكونين قدوة جيدة لهم مهريناز بسمة لا أريد أن أكون قدوة لأحد لماذا؟ لأنهم سيشعرون بالإحباط عندما يعجزون عن مجاراتي أنمار ضحكة هل هذه ثقة أم غرور؟ مهريناز بتكبر مصطنع بل حقيقة أنمار معيدة نظرها للأمام مستأنفة حديثها بنبرة جادة علي أن الأسد هو محطتي الأخيرة وإن كنت ستزدين لي معروفا بحق العشرة التي بيننا فتنحي عن طريقي ولا تعترضي وسأكون ممتنة لك يا أختي قالت مهريناز السيد الكبير سيغفر لك جريمتك لو قبلت بمعاهدته أغطني فرصة للحديث معه ومحاولت أنمار مقاطعة وهي تخلع قناعها وتحضق بأعين أختها ربما لو كان دمي فارسيا بالكامل لو جدت في نفسي قبونا لعرضك السخي هذا لكن السوء طالعي وطالعك فدمي مختلط بدماء تفور غضبا وتغلي سخطا لكرمتها ولا ترضى بغير العزة قالت مهريناز الهمجية ليست مدعاة للفخر ستموتين بمهانة واستذوقين الذل تحت وطاء تقوى أنمار مهيد القناع على وجهي متجاهلة حديث أختها عودي لسيدك وحين نلتقي مرة أخرى خذي قرارك إما بالتنحي جانبا أو محاولة إيقافي وقفت مهريناز وقالت لقد اتخذت قرار وأتمنى بحق أن لأراكي مجددا أنمار ونظرها للأمام ولا أنا يا أختي ولا أنا مهريناز مشيرة بسببتها جانبا تجاه الجبال إن كنت تريدين الوصول لجبال الملح فلا تكملي طريقك الحالي فالمتنورون على علم بخط سيرك الآن أنمار كنت أظنك لا تريدين مني الوصول إليهم حركت مهريناز إصبعها قبل أن تهم بالرحيل وأشارت لغيبة كبيرة في السفح البعيد وقالت تلك هي الغيبة الزرقاء أفراد الطائفة يجدون صعوبة في التعاقب هناك غيري مصاركي وعبري من خلالها لو كنت بحق تريدين أن تملكي فرصة للوصول لعرين الأسد وجهت الهجينة نظرها حيث أشارت مهريناز التي صارت عائدة من حيث أتت ترك أختها تجول بنظرها بين الغيبة وقمة الجبل البعيد حيث يستقر عرين الأسد محدثة نفسها قائلة إلى اللقاء يا حافية الرواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 بازار بزرك نهض الجميع وأخمضلنا نارهم وأفرغلنا ما يتبقى من محتوى القدر الصغير الذي ربطته قيقبون على ظهرها بخرقة شقتها من لباسها وبعدما تجاوزلنا مدخل المدينة قادتهم هند لمدخل السوق لتتفرق المجموعات الثلاث وتندس بينما جميع المتسوقين بعد تذكير الدعجاء لهم بالعودة للمكان نفسه حينما تتوسط الشمس السماء بعد مضي الكثير من الوقت اشترى أغلب أعضاء العزبة معظم اللوازم التي احتجنها من ملابس مصنوعة من الفراء الثقيل وبعض الأسلحة الخفيفة وكذلك عرجن بجزار وابتعن منه لحوم مجففة بالملح كي تكون مصدنا للغذاء في حال لم يجدن طعام طازج خلال سير نافجة مع الدعجاء والصبية وقفت عند تاجل للخيول بعدما جذبها ولفت انتباهها جواد أسود جميل فاقتربت منه وبدأت تمسح على خطمه قائلة حتى الجياد هنا مختلفة عما هي عليه في أرضنا قال الدعجاء كل شيء مختلف هنا لكن ليس بالضرورة أسود نافجة وهي مستمرة بالمسحة على جبين الجواد الأسود بكفها مهما كان جميلاً أنا متعصبة لكل ما هو عربي فقط قال الدعجاء التعصب شقيق الحمق يا بنيتي نافجة باسمة سرحة في أعين الجواد الواسع فليكن يا عم فليكن هذا اختياري وأنا سعيدة به في تلك اللحظة شعرت نافجة بلباسها يشد من خلفها فالتفتت لترعى وراء تقول لها متوسلة هل يمكنني الحصول على بعض المال يا عم لا أي غرض لقد اشترينا لك كل ما تحتاجينه أريد شيئاً مهم نافجة بنبرة مشككة ما هو عوراء بتردد حلوة نافجة رفع رأسها لا أرى أي أحد يبيع الحلوة هنا عوراء مشيرة بسببتها ورائها بحماس بل هناك هناك رجل يفترش الأرض ويعرض أنواعاً كثيراً منها نافجة باسمة للدعجاء ما رأيك يا عم قال الدعجاء أنا لم أتناول الحلوة منذ زمن طويل إن كانت ستجلب لنا منها فأعطيها نصيبها من المال عوراء قافزة في مكانها بحماس أكبر وابتسامة عريضة سأحضر لكم ألذ حلوة لكن اعطياني المال نافجة ضحكة وهي تمد المال له خذي ولا تبتعدي كثيراً ولا تهدري كل أموالك على الحلوة قبضت عوراء على النقود وجرت مسرعاً نحو الباء دعجاء منادية عليها ولا تتأخري وصلت الصبية المتحمسة للباء وقد كان رجلاً بلحية سوداء طويلة وأعين بيضاء يمسك بيدها عصى معدنية ركز طرفها على الأرض بجانبه وكان من الواضح أنه ضرير وقد أدركت عوراء ذلك بعدما أشرت لقطع خضراء رعبت بشرائها ولم يجيب عليها ولكونها لا تجيد الحديث بالفارسية وجدت صعوبة في التواصل معه لكن حماسها دفعها لمد يدها لالتقاط القطع الخضراء وقبل أن تمسها وجدت طرف العصى يضرب قمة رأسها بسرعة خاطفة لتضع كالثهم على مكان الضربة وهي تقول متألمة لما فعلت ذلك؟ أنا أحاول أن أشتري منك لوح الرجل لها بعصان معدنية بالنفي تجهمت الصبية وحاولت مجدداً لالتقاط القطعة لكن الرجل ضرب ظهر يدها بالعصى لتشرخ متألمة قائلة هل تتظاهر بالعمى؟ لم يجيبها الرجل وكرر حركته بالنفي بتحريك العصى يميناً ويساراً ظفرت الصبية بعدما فقدت الأمل وهمت بالرحيل لكن قبل أن تفعل شهدت امرأة تقف بالقرب منها تبيع بعض الأقمشة في دكان صغير تشيل لها بالاقتراب منها قائلة بيا بيا ترددت عوراء بالذهاب إليها في البداية لكن ترددها تبدد عندما ندت عليها المرأة بالعربية وقالت تعالي لا تخافي اقتربت الصبية بحذر من بقاعة الأقمشة ووقفت أمامها فقالت لها باسمة أنت عربية؟ قالت عوراء هل تجيدين لسان العرب؟ بقاعة الأقمشة باسمة وهي تلف قطعة من الخام على ذراعها أجيد ألسنة كثيرة التاجر الفطني يتحدث بألسنة زبائنه لتزدهر تجارته وما هي تجارتك؟ ألا ترين بضاعات المعروضة؟ تبيعين الخرق؟ بقاعة الأقمشة ضحكة ماذا كنت تريدين من ذلك الرجل؟ عوراء موجهة نظرها للبايع بتجهم كنت أريد شراء الحلوة فقط وهو قام بضربي هذا التاجر لا يريد لتجارته أن تزدهر دحكت المرأة بقوة أكثر أدمعت عينيها ثم قالت أنت زريفة عوراء بإحباط زريفة بلا حلوة بقاعة الأقمشة بتعجب أي حلوة الرجل يبيع الحجارة عوراء باستغراب حجارة لكنها ملونة أعرف هناك من يقتني هذه الأشياء عوراء نظرة بعبوس للبايع المتربع وكيف سيبيعها وهو يضرب زبائنه باقعة الأقمشة هل تريدين مني مساعدتك في شراء واحدة؟ قالت عوراء وماذا سأفعل بحجارة؟ أريد حلوة لكنت أريد حجارة فسألتقطها من الأرض باقعة الأقمشة مستأنفة عملها؟ حسنا سأخذك لمكان يبيع الحلوة بعدما أنتهي هل يمكنك الانتظار؟ عوراء بقلق عمتي أخبرتني بأن لا أتأخر قالت باقعة الأقمشة لا تقلقي أمهليني بدع دقائق فقط وسأذهب معك لمحل الحلوة اتفقنا؟ عوراء هل ستتركين دكانك دون رعاية؟ قالت بقعة الأقمشة ابنتي موجودة في الداخل وسأترك في عهدتها عوراء باسمة بسعادة حسنا موافقة شكرا يا خالة بقيت الصبية خلال انتظارها أن تنتهي بقعة الأقمشة تراقب بقعة الحجارة باهتمام شديد وشد انتباهها أكثر أنه باع حجرا لرجل ما مما أثار فضولها أكثر وأكثر وحين أحست بيد المرأة تحط على كتفها وهي تقول لها هيا لقد انتهيت لنذهب إلى بقعة الحلوة عوراء ونظرها مرتكز على بائع الحجارة وبنبرة عزمة لا أريد أن أشتري حجر بقعت الأقمشة باستغراب كنت أظنك غير مهتمة باقتناء الأحجار عوراء بثقة أنا أريد واحدا الآن لا بد أن هناك شيئا مميزا بحجارته وإلا لما أضع وقته في عرضها والتجارة بها هل أنت واثقة؟ نعم حسنا كما تشاءين هيا لنذهب إليه وقفت الاثنتين أمام تاجر الحجارة وحينها تحدثت المرأة معه بالفارسية وعوراء تراقب وتنصت للحوار باهتمام ولاحظت وسط الحديث الذي دار بينهم أن الرجل تجهم وبدأ يتحدث بنبرة عصبية فقالت هل يرفض أن يبيعها لك أنت أيضا؟ لا يقول أنه لن يبيعها لك أنت بالذات عوراء بخليط من العجب والغضب لماذا؟ ماذا فعلت له؟ تحدث الرجل بالعربية وقال لا ترفعي صوتك أمام دكاني عوراء بعصبية وتتحدث العربية كذلك وعن أي دكان تتحدث؟ هل تسمي هذه القماشة المفروشة دكانا؟ صمت تاجر الحجارة ولم يرد عليها واكتفى بالنظر أمامه بعينه البيضاء عوراء مستأنفة ثورتها الساخطة لماذا تتظاهر بالعمى والجهل؟ من الواضح أنك تمتهن الاحتيال قالت بقعة الأقمشة هدئي من روعك يا صغيرتي ما هكذا تأخذ الأمور؟ عوراء بخليط من القهر والحزن وعينها تلمعان بالدموع لماذا لا يريد أن يبيعني الحجارة؟ تاجر الحجارة بهدوء وشيء من التهكم كنت أظنك تريدين الحلوة عوراء سارخ فيه بأعين دمع لا أريد حجارة الآن تبسم الرجل وأشار لبقعة الأقمشة بالرحيل وتركهما وحدهما وضعت المرأة كافيها على رأس عوراء وقالت قبل أن تسير نحو دكاني عندما تنتهين عودي لي أريد أن أعطيك شيئا عوراء مستنشقة دموعها قد بدأت تهدئ حاضر يا خالة بعدما ابتعدت بقعة الأقمشة عنهما تحدث تاجر الحجارة وقال امسحي دموعك عوراء مزح دموعها بزهر يدها أنا لا أبكي قال تاجر الحجارة هذه الحجارة تباع فقط لمن يعرف قيمتها وليس لمن يرعب في اختنائها معي مال كم تريد تاجر الحجارة ضاربا بالعص على الأرض قيمتها وليس ثمنها يا صبي أقيم شيء نهب نحن للأشياء والثمن مجرد تعويض بسيط عنه لم أفهم هل تقصد أنها غالية؟ تاجر الحجارة مشيرا بطرف العصى المعدنية للحجر الأخضر الذي اخترته عوراء سابقا وقال لماذا اخترت هذا الحجر دون غيره؟ أعجبني لونه ثم كنت أظنه حلوة في البداية وليس حجرا تاجر الحجارة موجها طرف العصى لوجه الصبية وبعدما علمت بأنه حجر لماذا لا تزالين ترغبين به؟ عوراء رافع أكتافها علي بنبر حائره لا أعرف بالرغم أنه حجر إلا أنني أريده أريده وبشدة قال تاجر الحجارة سأخبرك لما تتطوقين للحصول عليه الآن لأن قيمته عندك ارتفعت بعدما منعتك من اقتناءه الحجر لا قيمة له إلا ما نعطي نحن إياه هل فهمت؟ لا كم معك من المال؟ أخرجت الصبية كل ما في جيبها من نقود ومدتها للرجل الضرير الذي أخذها من يدها وتفحصها بسبابته على كف المبسوطة قاطم بأسنان وعلى عدد منها ثم قال خذي الحجر عوراء هل ستأخذ كل أموالي؟ تاجر الحجارة وهو يضع النقود في جيبه هذه قيمة الحجر تريدينه أم لا؟ تفكرت الصبية قليلا وهي تتأمل الحجر الأخضر وفي النهاية مدت يدها والتقطته قائلة سأخذه تاجر الحجارة ملوحا بعصار معدنية هيا ارحالي ضمت عوراء الحجر ببهجة كبيرة وهمت بالعودة لكنها توقفت مستذكرة بائعة الأقمشة فاستدارت وجرت نحو دكانها وحينما وصلت عندها قالت بسعادة قد حصلت على الحجر بائعة الأقمشة باسمه مبارك عليك ذابت ابتسامة الصبية وتحورت لقلق وخوف حينما تذكرت أنها قد أهضرت كل مالها ولم تشتري الحلوة لعمتيها كما وعدتهم وبدأت تخشي عتابهم وتأنيبهما لهضر مالها لحظت المرأة ملامحة التي تغيرت فجأة وقالت ما بك يا عزيزتي حكت لها عوراء ما كان يدور في بالها فتبسمت وهي تخرج شيئا من تحت مجموعة من لفائف الأقمشة أسفل منها وقالت لا تقلقي خذي مدت بائعة الأقمشة للصبية ما يجبها الإطار الخشبي المستدير بأطراف مرتفعة رسعت بدوائر نحاسية صغيرة شد على جوانبه قطعة جلدية رقيقة عوراء تأخذ منها بوجه متعجب ما هذا بائعة الأقمشة انزوري داخله نظرت الصبية وسط الإطار الخشبي لترى أنه امتلأ بحلوة الفصدق بأشكال وألوان متعددة عوراء ببهجة عظيمة هل هذا ليه؟ بائعة الأقمشة بالطبع هذه هدية مني لكي عوراء تقفز فرحة شكرا شكرا يا خالة بائعة الأقمشة باسمه على الرحب والسعى يا جميلة عوراء محركة الإطار مستكشفة جوانبه لكن ما هذا الصحن الغريب؟ قالت بائعة الأقمشة هذا دف وليس بصح دف؟ ما هو الدف؟ بائعة الأقمشة عندما تنتهين من تناول الحلوة ستعرفين هيعودي كي لا تتأخري على أهلك في ذلك الوقت اقتربت الشمس من توسطها كبد السماء ومعه دن الموعد الذي حددته الدعجاء للعزبة للالتقاء عندما دخل السوق نظرت نافجة لجماهير الناس على مد بصرها وسط السوق المقتز وحدثت نفسها بخليط من القلق والتساؤل قائلها أين ذهبت؟ قال الدعجاء هذه الصبية محظوظة نافجة بعنق ممدودة وهي لا تزال تبحث بعينيها بين مرتادي السوق ستكون محظوظة إن لم أعاقبها حين أراها قال الدعجاء عجبا كيف نتمنى ما هو بين أيدينا ونتحصر على وقت لم يمضي بعد؟ نافجة ملتفتة إليها ماذا تقصدين يا عم؟ تبسمت الدعجاء ولم تجيب على نافجة سريحة فيها وخلال ذلك سمعت صوت عوراء تنادي عليها وهي تجري تجاهها عم نافجة عم نافجة انزري أدارت العرجاء نظرها وراءة عوراء تقف رفع الدف للأعلى بابتسامة عريضة وهي تقول انزري ماذا أحضرت؟ نافجة متجاهلة الدف ومحتوى موجهة حديثها الغاضب للصبية لما تأخرتي؟ ألم أنهاكي عن الإبتعاد عنه؟ عوراء منزلت دف ورأسها بوبنبرة حزينة وأزفها المعذرة لم أشعر بالوقت نافجة بعبوس هل حصلت على ما تريدين؟ رفعت عوراء الدف وملامه الحزن لم تتبدد من عليها مشيرة لحلوة الفزدق التي ملئ بها وقالت نعم نافجة وهي لا تزال ساخطة ما هذا؟ مدت الدعجاء يدها وسط الدف والتقطت قطعة منها قائلة تبدو طيبة عوراء تتبسم قليلا محدثة الدعجاء أن لم أتذوقها بعد نافجة وهل كان لازما أن تشتري هذا الدف؟ كم أخضرتي من المال؟ وكم تبقى معك؟ عوراء بتردد في الحقيقة نافجة مقاطعة أعدي لي كي أحتفظ به لكي عوراء بقلق وهي تضم الدف لصدرها لم يبقى شيء نافجة وسختها يتصاعد كيف لم يبقى شيء؟ قيمة ما جلبتي من حلوة وحتى مع ذلك الدف لا تعاد الربع ما كنت تملكين قالت عوراء اشتريت شيئا آخر نافجة محاولك قزم غيزها اشتريتي ماذا؟ قالت دعجاء رفقا بالصبية يا جدعاء عوراء مخرج الحجر الأخضر من جيبها اشتريت هذا نافجة بهدوء محاولة استيعاب ما تراه هذا مجرد حجر دعجاء أخذ الحجر وهي تلوق قطعة الحلوة الحجر جميل بالفعل عوراء باسمة ببهجة أليس كذلك يا عم جميل وثمين أيضا؟ نهرت نافجة الصبية بصخط بعدما أخذت الحجر من يد الدعجاء وقالت هل هذا ما اتفقنا عليه تهدرين مالك في أمور فارغة؟ عوراء منزلة رأسها آسفة يا عم نافجة تهز الحجر في وجه الصبية قائلة قد تعرضت للإحتيال أرشديني لمن باعك إياكي نستعيد مالك هيا تقدمي أمامي دعجاء بهدوء لما أنت غاضبة الآن؟ قال طرين ما فعلته يا عم لا أرى شيئا سوى إنها اشترت ناتوريد بحر مالها لكن تصرفها كان أحمق دعجاء وكأنها تلمح لشيء ما فليكن هذا اختيارها وهي سعيدة به صمتت نافجة وبقيت تحضق بأعين الدعجاء حتى قاطعتها عوراء وهي تشد لباسها وقالت بحزن لا تغضبي يا عم سأعيد للتاجر وأستعيد مالي نافجة وهي لا تزال تنظر لأعين الدعجاء وبنبرة أقل حد لا احتفظي به إن كنت ترغبين لا أريد إن كنت ستغضبين مني نافجة وسرحانها بواجه الدعجاء ينقطع مديرا نظرها نحو الصبية المستاء وبنبرة هادئة معيد الحجر الأخضر إليها لا يا عزيزتي لست غاضبة احتفظي بالحجر تبسمت الدعجاء وهي تأخذ قطعة أخرى من حلوى الفصدق وقالت هيا لنعود لقد تأخرنا بعد سيرهم لمسافة قصيرة وصلت الثلاث لمدخل السوق ليجدن البقية في انتظارهم وكان واضحا عليهم أنهن اشتريان الكثير من الأشياء فرافضة تسلحت بسيف ودرع جديدين محتفظة بسيفها القديم وكذلك خنجر ثبتته على خسرها وكوميت امتلت جعبة سهامها بسهام ذات رؤوس مصنوعة من الفضة وكاننا جميعا يلبسنا ملابس توفية ثقيلة دعجاء ماسحة بأناملها على لباس هند قائلة فراء جميل مادة هند الملابس الخاصة بنافجة ودعجاء قائلة إنها محوكة من جلود الأجباش ستكون حماية جيدة لنا من برد جبل الملح نافجة متفحصة الفراء وبرها سميك وناعم أقيقبون وهي تحق عنقها عن أي نعومة تتحدثين أشعر وكأنني لابست بساطة من الشوك قالت هند ستعتادينه شوكها أهوى من حراب السقيع القارسة قالت عوراء أين لباسي؟ قالت رافضة بائع الفراء لم يملك المزيد منها فقد اشترينا كل القطع التي كانت بحوزته عوراء بأحباط هل معنى ذلك أنني سأسير في البرد؟ دعجاء تمد في رأيها لعوراء خذي يا صبية نافجة لا يا عم البرد قارس ولن تتحملي قصوته سأعطيها لباسي قالت دعجاء إن أعطيتيها لباسك فسأعطيكي لباسي لذا اختصري الأمر وتركيها تأخذه قالت نافجة لكن قالت دعجاء اللي تقلقي علي أنا لا أشعر بالبرد مثلكم رافضة مقتربة من عوراء خلال لبسها للفراء بعدما وضعت الدفة على الأرض ما هذا؟ عوراء وهي تمد ذراعها في كمة الفراء حلوة خذي منها إنها لذيذة رافضة ملتقط قطع منها وضع إياها في فمها كنت أتحدث عن الدفة قالت القيقبون دف؟ ليما نحتاج لدف؟ كوميت بسمة هل هذا سيكون سلاحك يا عوراء؟ رفعت البدوية الدف وقلبته في الهواء أمام نظرها ضحكة مسقط قطع الحلوة على الأرض قائلة ربما تريد أن ترقص وتغني للمتنورين وتزعيشهم حتى الموت عوراء منتزع الدفة من يديها بغضب لا دخل لكم بي القيقبون بتهاكم قد تكون فكرة جيدة بدل الصدام معهم وأنا سأشعل النار لتسخينه عوراء تجمع قطع الحلوة المتناثر على الأرض وتضعها في الدفة بتجهم لا تغضبيني فأنا لا أطاق حين أغضب رافضة ضحكة الصغيرة تهددن كوميت بسمة كفة عن استفزازها نزلت الحجازية على ركبها وأخذت تساعد الصبية في جمع الحلوة وهي تقول لها الدف جميل لا ترقي لهم بالا عوراء وهي مستمرة بجمع الحلوة ودمعة تنساب من عينيها والحلوة لذيذة كذلك جربي واحدة أنزلت كوميت لثامها بسببتها وتناولت قطع منها ثم أقالت فعلا لذيذة جدا دعجاء موجهة حديثها لهند هل بقى لنا شيء هنا يا ابنة معناد قالت هند لا وجهتنا التالية ستكون الطريقة المؤدي لمدخل الغابة وهو يبعد نسيرة نصف نهار من هنا وبعد تجاوزها سنكون أمام سفوح جبال الملح قالت نافجة وكم سنحتاج من الوقت لعبور الغابة هند لو سرنا نهارا وبتنا ليلا فسيستعرق منا ذلك ثلاث أيام أو أقل بقليل أقيقبون خلال تثبيتها قدر الصغير على ظهرها وهي أتشد بقبضتها على حقيبتها الجلدية ألم تشتري أي منكن أحذية لنا صمت الجميع ولم يجيب عليها أحد لأنه لا واحدة من هن اقتانت حذاء أقيقبون تشق طريقها بينهن قائلة اتجاه مخرج السوق ناسي الثلاث أيام حفاف البرد أظن أننا لن نصل إلا وقت تجمدنا أو استنزفنا كل طاقتنا وسنكون وقتها لقمة سائغة دعجاء تلحق بها قائلة المهم أن نكون لقمة مسمومة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة